اشتركوا في القناة للتوقعات والزوايا لأنها زوايا كثيرة بدها تشوي التركيز طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين اتناعش نيسان القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي هاي فترة بث الحلقة وهي جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد ورح ينكث فيها حتى تمام الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحا من صباح يوم الاثنين اتناعش أربعة لينتقل بعدها القمر لمنزلة الثرية وهي جيدة وبتمفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر ما زال موجود بالحمل وتأثير القمر لما بكون موجود بالحمل على جميع الأبراج في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وها برضو جيدة لتعديل على قصة الشعر وائقة متحف لما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح تكون هي ولادة الهلال هي زاوية الإقتران الإيجابية بين القمر والشمس الساعة 2.30 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني بتوقيت الأردن بنزيد عليها ثلاث ساعات يعني 35 دقيقة صباحا وهذا يعني أنه الهلال شهر رمضان يولد قبل شروق الشمس فلكيا من المفروض أنه يعتبر يوم الاثنين هو أول أيام رمضان ولكن لأنه إحنا الحكم الشرعي لرؤيته فعاد لرؤيته يا بيشوفوه يوم الثلاث ولكن على الأرجح أنه هو ما بينشاف عند غروب الشمس يعني ما بيكون واضح للرؤية فيا إما تقديريا بيقولوا لكم أنه يوم الثلاثة هو أول شهر رمضان أو يوم الأربعة وهو اللي بيكون أدق إذا كان لرؤيته ما أن علاقة في هاي الأمور تبعين الإفتاء هم اللي بيلعبوا في الأمة إحنا مناش علاقة فعشان هيك زي ما حكينا ولاة القمر أي ساعة وزاوية الاقتران هاي إيجابية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية بطيئة هي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة 23 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بعض الأشخاص للعنف وتجعلنا مزاجيين أو مزاجنا عدائي شوي عصبي متقلبين وممكن هاي الفترة تنتهي العلاقات الضعيفة العاطفية أو الزوجية وممكن تتسبب بعض الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية فبتكونوا حذرين من هاي الزاوية طبعا هي تأثيرها إلها تقريب الأربع أربع أيام ورح تستمر أربع أيام بعد أوجها فعشان هيك بتكونوا حذرين الأربع أيام القادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و 12 دقيقة طهرا بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء ومن أفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين الظهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و 6 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاق معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بيبدأ خلو المسار يعني خلو المسار بيبدأ الساعة 12 و 6 دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيش وبينتهي في تمام الساعة 5 و 43 دقيقة مساء هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعتين هدول اللي هي 12 و 6 دقائق و 5 و 43 مساء لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في تمام الساعة 5 و 43 دقيقة مساء بانتهي خلو المسار بصير القمر اتواجد تماما في برج الثور وبتتغير في هاي الفترة على جميع الأبراج أنه في هاي الفترة منشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مهديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهد تلفاز مثلا أو مع العائلة بالنسبة لخلو المسار القادم بما أن القمر رح يكون مستقر في برج الثور في ساعة المساء خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة أربعة عشر أربعة بيبدأ في تمام الساعة 11.59 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة ثلاث الفجر ولكن بما أنه قبل بدقية فمنحسب أنه على يوم الأربعة ولكن هو فعليا هو يوم الخميس ولكن استمرار خلو المسار هذا لغاية صباح يوم الخميس اللي هو ساعة 6.34 دقيقة صباحا بيكون انتهى خلو المسار والقمر استقر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر القمر زي ما حكينا هو الهلال الجديد تسعة وعشرين يوم في تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح يومين والسبب أنه الهلال بطيء جدا في الحركة تبعته والشهر هذا ما بيكون ثلاثين يوم بيكون تسعة وعشرين يوم فلكيا فعشان هيكي بيكون يومين نسبة الإضاءة صفر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم تسعة وعشرين يوم تسعة واربعة سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الحمل وبدو ينتقل لثور في ساعات المساء ورح يمكث في الثور لغاية خمسة واربعة سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية مع ساعات المساء ببلش يقل عطارد في الحمل حتى يوم تسعة عشر أربعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الحمل حتى يوم أربعة عشر أربعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في الجوزاء حتى يوم ثلاثة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة في المية المشتري في الدلو حتى يوم ثلاثة عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية ورانوس في الثور حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 25 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم برضو ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بتهتموا اليوم بمظهركم وبالتغييرات وهاي مرحلة إلى انطلاقة جديدة لمشاريعك الجديدة وبتتمتع بنشاط ذهني والجسدي كبيرين انت صباق ورائد في حقل اختصاصك في ساعة المساء ممكن تهتم ببعض المسائل المالية برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم ومراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاءه أو بسوء تفاهم في ساعة المساء الأجواء بتصير أحسن وبتنتهي كل هاي الضغوطات وبتبدأ مرحلة جديدة برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة كون مخلصا لصداقاتك ووعودك ممكن اليوم تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك انت بحاجة للتعاون أو تعاون الآخرين معك هاي الفترة وبدك تنتبه في ساعات المساء أن القمر رح يصير في بيت المتاعب فالفترة القادمة رح تكون شوي ضاغطة وسلبية انتبه فيها على أعمالك وعلى صحتك وحاول أنك ما تبدأ بشيء جديد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبتقدروا اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئ من روعك وهي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك في ساعات المساء الأجواء بصير إيجابية وبصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن مناسبة ما برج الأسد بتنشطوا في مسائل العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة إظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح بالترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهمش أنك ما تهم الواجباتك ولو كثرت أو صعوبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التقدم ونوع من أنواع الثقة بالنفس فحاول إنك تستغل هذا النهار برج العذراء بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة بتصير لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بادر لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع انت بحاجة لللياقة أو للياقة جسدية وأعصاب متينة خصوصا في الأسبوع القادمة رح يكون في هذا الإشي مطلوب منك لها تترك ذيول المتاعب في ساعة المساء بتنشط بأمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة أو ترتيب مسائل إلها علاقة مع مرسلات أو دراسة برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حاليا حاول أنك ترتب مسائلك المالية وانتبه على بعض المصاريف اللي ممكن تكون استشفائية أو علاجية وانتبه على أموالك من السرقة والضياع برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل اليوم ممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وممكن أنك تشعر بالتعب في ساعات المساء القمر بصير مقابلك تماما فعشان هيك بتشعر بضغط كبير أو طاقتك بتصير ضعيفة جدا انتبه من المشاكل والخلافات والنقاشات لأنه انت بتكون بأضعف فتراتك برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة واحتمال انه يكون فيه غلق على اتجاه أحد الأحبة الفترة هاي عندك نشاط وعندك دينماكية لغاية ساعات المساء واليوم بتميل للهوة ترى فيها عن النفس وانت بالفعل بتستحق كل هاي الأشياء حاول انك انت تتخذ خطوات مفيدة وتستغلها لصالحك قبل ساعات المغرب من بعد غروب الشمس بدك تنتبه كثير خصوصا على صحتك وعلى أعمالك لأنه ممكن تتراكم وتحمل بعض المسئوليات اللي شوي تكون صعبة برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط القصوصا العائلية بالرغم من الهواجس اللي انت بتعيشها عندك نوع من أنواع تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق في ساعات المساء طبعا الأجواء بتصير إيجابية والحظ بصير حليفك وداعم لإلك وبتبدأ مرحلة جديدة من ناحية عاطفية وحظوظ وبعض الأشياء المفرحة برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهم إش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط الفترة هاي بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة ولكن في ساعات المساء ممكن تهتم ببعض المسائل العائلية أو البيتية بشكل يعني زيادة برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل عهدية وممكن تهتمه ببعض المسائل المالية أو بعض الديون اليوم ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب إلك دور مهم بتهتم بقضية شراكة أو عمل وممكن اليوم تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم لأولويات مالية صرف بتجد الحلول والتسويات خلال هذا النهار في ساعات المساء الأجواء بصير إيجابية بتنشط بالاتصالات والحوارات والتنقلات وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر